بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة بإذن الله عودة ميمونة للجميع الوحدة الأولى مجال العائلة القراءة عنوان النص عيد ميلادي أولا أكتشف هناك صورة ماذا أشاهد في الصورة؟ أشاهد في الصورة الأطفال والأسرة مجتمعين حول طاولة فوقها حلوة عيد ميلاد لماذا اجتمعت الأسرة والأطفال؟ اجتمعت الأسرة والأطفال للاحتفال بعيد ميلادي الطفل ثانيا أقرأ أحتفل كل عام بعيد ميلادي فتصنع أم الفطائر اللذيذة ويعلق أبي الزينة في أنحاء البيت تمنيت هذا العام أن يشتري لي والدي دراجة فلما حل اليوم المعلوم أهدتني أمي ثيابا جديدة فتقبلتها شاكرا وأقبل أبي يحمل مسجلة صوتية فأخذتها بفتور وقلت له شكرا أبي ولكني كنت أريد دراجة فأجابني عذرا ولدي عندما تسمح الظروف سأشتري لك دراجة معجمي المساعد فطائر يقبل الولد أمه مسجلة ثالثا أغني معجمي ألون البطاقة المناسبة حل هل هي جاء أم غادرة سأقوم فقط بدائرة وأنتم عليكم القيام بالتلوين على كتابكم حل الضيفو يعني جاء الضيفو هو الجواب الصحيح تمنيت هي رغبت أم حزنت تمنيت أن أشتري شيئا رغبت في ذلك فطور حماس برود أفل أخذ الهدية بفطور يعني ببرود رابعا أفهم ماذا أهدت الأم لولدها أهدت الأم لولدها ثيابا جديدة ماذا أهدى الأب لولده أهدى الأب لولده مسجلة صوتية ماذا تسلم الولد هدية أبيه بفطور لأنه كان يريد راجة هل توافق أو توافقين على مفعل لماذا لا أوافق على مفعل الولد لأن عليه أن يأخذ الهدية من أبيه بفرح وصرور كيفما كانت وكيفما كان ثمنها لأنها هدية خامسان أستثمر أجيب متى يحل عيد ميلادك كالجواب مثلا يحل عيد ميلادي في واحد يناير كيف تحتفل به أسرتك تحتفل به أسرتي بشراء الحلوى حلوة عيد ميلاد شراء الشموع شراء البلونات وشراء الحلويات أيضا تزين مكان الاحتفال وشراء الهدايا أنسج على منوال عذرا ولدي عندما تسمح الظروف سأشتريها لك عذرا أخي عندما يكون الوقت ملائما سأقوم بمساعدتك عذرا أخي عندما أنتهي من الواجبات سأقوم بمساعدتك ألاحظ وأكتب عليكم كتابة حرف الدال مرتين دال بداية الكلمة حرف الدال في آخر الكلمة حرف الضاد في بداية الكلمة حرف الضاد في وسط الكلمة حرف الضاد في آخر الكلمة وحرف الضاد في آخر الكلمة قبلها حرف آخر أهدتني جدة سلة بيض يجب كتابة هذه الجملة الجملة الإملاء الإملاء أتدرب أملأ الفراغ بحرف الدال أو حرف الضاد ها دية أو هاذية الكلمة الصحيحة نقول هادية عليكم كتابات حرف الدال هادية ضيف أو ديف بل ضيف لا نقول دخم حرف الضاد عليكم أن تكتبوا جيدا على الكتاب حرف الضاد ضيف ضوء حرف الضاد أيضا مأدوبة حرف الدال مأدوبة غاظاب أكتبوا جيدا حرف الضاد غاظاب أكتبوا تحت الصورة الإسم المناسبة بيضة مذراب رضيع دراجة سنكتب بيضة بي ضع ضع مذراب مذراب رضيع 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 حاولوا أن تكتبوا جيدا ضع 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 ر ر ر نكش ضع 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 ثانيا أتذكر وأكتب جواب الأبي في نهاية نص القراءة عذرا ولدي عندما تسمح الظروف سأشتريها لك هذا كان جواب الأبي هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو إذا أعجبكم الفيديو اشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تشاهدون القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته